رحة كتبا رحمه الله باب التسليم من الصلاة وإقبال الإمام على الناس إذا سلم بزعن السلام داناوين وشونا وكل سنة دهات وإمامك سلام دائوا هر وقبل دادنشي يا سنة دوا عرب سورة عرب قات خلقك ملا عن أم السلامة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم قال ابن الشهاب فأرى والله أعلم أن مكته لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم ملا أم السلامة فرمي بيغماري خوا عليه الصلاة والسلام كالسلام دابا يا ولنميوس يكسر أفرتان لبشي دواوا كالهمان مزقود دانوجي عند ذكر أفرتان جزماعات كبيغماري خوا عليه الصلاة والسلام يدعي أفرتان حالدستان درويشتنا الدروة يغماري خوا عليه الصلاة والسلام يدعي أفرتان حالدستان درويشتنا الدروة وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم عن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه كان نجد كردو لأدبوا دعاء رويد كرده رويد كرده إيما رويد سوران درويد كرده إيما أقبل علينا بوجهه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء لأنه كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم الحديث في أغمار الله صلى الله عليه وسلم نجد بأن بوكردين لحو دائبية على إثر سماء أي على إثر مطار كبشو باران باريبو ناو مزقوتكت ترببو بي أغمار الله صلى الله عليه وسلم سوزده بردونيو جاكي تغاو كردو دعا رويد كرده إيما فرمي ديسانن پر وردقار تاني فرموه تكميلي حديثة كا فرميه هنده كزدالين مطرنا بفضل الله ورحمته هنده ايجدالين مطرنا بناوء كذا وكذا أما آمنوا بالكواكب وكفروا بالله مهم أو يكما بستلرده فرميه سوران رويد كرده إيما كواتا إمام بيهوشتا أو سنة بزانه توال النوش بيطوه هر پشتب على خالق نبي أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب يجوز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال وجواز تخطي الإمام الرقاب عند الخروج أحسن الله باب يجوز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال أحسن الله باب يجوز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال أحسن الله باب يجوز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه أحسن الله باب يجوز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال رضي الله عنه قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره أحسن الله باب يجوز الانصراف من الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم وإذا انصرفوا بذلك إذا سمعتوه ابن عباس دفرمي دنكبرز كردنو بذكر دواي ليبو نوي نويش دواي توابوني نويش نويجي فرس أولا سردنمي بيغمري خوادها هابو عليه الصلاة والسلام يعني كسلام الدهوة انجا دنكبرز بكريته وبذكر كردن بسبحان الله بأ الحمد لله بلا إله إلا الله والحاص الله بذكراني كهيا ابن عباس دفرمي 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 دفرييших العسل С��운تقالي وقال قطارين دونكي يلغمنا به Entscheidung سيكون دواي ليبو ثرد果 كنت أعلم وإذا انصرفوا بذلك إذا سمعتو جيدا ابن عباس دفرميuters أخبت صار Boch لقد كتبت اخوة التكرى أماكن أقول قررت إمام شافعي رحمتي أخوة وأخوة أماكن من أحدث ابن عباس حمل صارت تفسيره لك وكيف كانت إمام شافعي لقد كنت تكرت أماكن أتفكر ان تكرت ذلك لسبب جهر جهر به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة التكرى في عمري صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ذكريات الأدواء يتحدث عن ذكريات الأصلاك واذكر ربك في نفسك إنسان يتحدث عن ذلك يتحدث عن ذلك لا يتحدث عن ذلك أما الثاني قولي النووي، قولي الشافعية، قولي بيهاقية، ابن خزيمة ورحمة أخي، لا يتحدث عن ذلك وإذا أرميه، ومختار أن الإمام والمأمومة يخفيين الذكر إلا إذا احتجوا إلى التعليم إذا أردت أن الإمام والمأمومة تكون ذكرتها في بيضانجيبك أصل ذكر إلى ذكره، تشويش دروزنا، كما يتحدث عن ذلك وإذا كان يكون السلام مع ذلك ورئيس، ألا يبدو أن يكون ذكرتها ومشاركة أخرى، أجل إلى التعليم، وإذا كان يكون ذكرتها وليس فقط، لم يفرح لكي أن يكون ذكرتها وإذا كانت أخرى أن يكون ذكرتها، كما تعلم في ذكر تشويش دروزنا، كما تكون ذكرتها ومشروح ذكرتها، ورحمة التعليم، لا تتحدث عن ذكر دوينوش تشونا خوت وكو إمامي كسلام الدائوة بدنجي برز ذكر كان بخونا بو لأجل التعليم بو قوي فيربن كذكر دوينوش بوشي وازيه مالا عن نبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثة وثلاثين فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح ثلاثة وثلاثين ونحمد ثلاثة وثلاثين ونكبر أربعة وثلاثين فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون أبو خرر الرد فرمي هجاركاني مدينة وانيك فقير بون هاتنا لأي بيغم بريخوة عليه السلام السكال آيانك وثالة لأي بيغم بريخوة عليه السلام السلام دولة مهندة كان وانيك خواهي يقولون مالي في داون چون لدنيا دا بلان برستر لأيما بغوية مال وسامانية لقيامت اجدا بخواه بعد ذلك ، يبدو أنه يأتي بممتاز المعرفة. لأنه يأتي في المعرفة ، ما هو أنه يتحدث؟ يقول أن يطلعون لكي يطلعون الجميع. أن يتحدثون الجميع يطلعون فقيرين ويطلعون كما يطلعون. يقولون المعرفة ، يقولون أنه يطلعون المعرفة. لأن لهم فضل لديهم أموال. يحجون بها. يعتمرون. يجاهدون. لكن بها هي الناس لن تحصل الحالية تحديث عن المليارات التي تتصغف عنها الأمر، المرارات و النائل، المالات قد نجلك معي فقط تجريد أن العديد من الأمان منذ يتصغف إنгуنا تجريد ستبقها قالت عمر صلى الله عليه وسلم أولى كذا يجب أن نتقوم بسبب من أن تقوم بسبب عمر صلى الله عليه وسلم فقط ما يشارك على الإشخاص ونحن الاولاد لكه حتى البيع دول مستقبل وجهات نحن لدينا الخلقين من أجل المدينة أيضا كذلك لأن الحكم مستعدتين هذا يبدو أن يصل لنا لكي تقلق مناسبة يقدرون رؤية كم المشاركة نحن نتشاهدون نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لدعاء همون وجود فرض سيوسي جار سيوسي جار كما يقول صحابه لنا يكتب أن يكون ويقول إنه يكون خلاف تنقى إشتين سيوسي جار سبحان الله بكين انجا سيو سيجار الحمدلله انجا سيو سيجار الله أكبر niye سيو سيجار الله أكبر word tukaberوا 34 يعني شون فرمي القرائنا وبالتiffر سبحان الله الحمدلله والله أكبر حين يكون من هن كلهن ثلاثون وثلاثون هر ي주세요 participant سبحان الله سيو سيجار الحمدلله سيو سيجار الله أكبر سيجار لو أيا المصدر سيكون المسلمين والاسلام سيدي وسيكون اعجل الخطوة فهو معلومة في الوصول لا يوجد فكرة لا يوجد لا يجب أن يجب ان تفكره اما أنه لا يجب المشروعي و لا يجب المشروعي و لا يجب التجارك و الأنظام و كيف حدث يجب الانسلام يجب التنفيق يجب أن يجب تعيد من كل رواب فهلا المحل الدوليسي في سلمانيه أنه تزوج ندول المنطقة لا لا يجب ان تغير ملاحظة فقط وحاجة فعلا نفسه خارج ما نفكر ذلك؟ لا يستطيع الناس او او فقيرا تسلطط تسلط او ايه او ايه او ايه او ايه او ايه لم أكن مفترضون أكثر دو ساعة أو تصبب الأسلامية وعندما يقترب في المتابعة انتظار كل معتالات فقد ربما سوف تقلق وعندما سوف يخزون والله ولكن ماهي مختلف اذا كانت هناك فقط والشهاد أسترق ببلاد لم يرى ذلك سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا يوجدوا فهو أسعى فهو أسعى أنه يتحدث فهو أسعى أنت هذا الوقت فهو أسعى أنه يتحدث لأنه يتحدث في جماعتك بطريقة حيث لا يتحدث نحن ذلك بطريقة حيث يتحدث ونحن يتحدث على ذلك ترى حيث يتحدث بمعارة صدقاته ومعارة صرف وقال فأنت فقط كيف تفعله نحن جددا والكما يمحل إنه ليس قدر أنه فيها لا اعلم أنه أفضل هجارين حسود أني أقول عليكم الآن كذل أفضل لا تفعل هجار والكثير لا نحن لا تفعله لا تفعله افضل إنه كان جيدا نحن فعله عندما يتراه يتبع استخدام الهجار من يكسوب المساعدة من المساعدة Earlier ومعرفة كل شخص كانت مهم مهم واحدة من مجددا أنهم لن تتأكيد فقد سبق ما ليه؟ لا ينفع ذا الجد منك الجد في أغنبار أخوة عليه الصلاة والسلام دواي همو نواجي فرزك أم ذكر إذا كرت لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو إذا كنت أخوان بردوامك وتمشت سنتك ذكر إذا كنت نواجه فرزك لا ينفع ذا الجد يعني ذا الغنى والثروة يعني أخوان مالبا ما أخوان مالبا حرشي حظه بخته خوشي وسعادته سرفرازه سيركوتنية منك الجد هم لا ينفع ذا الجد إنسان يرى الخواب وكذلك يدعون خير الخواب كمالبا أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب تحريم الكلام في الصلاة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا نسلم على النجاشي ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر خاشع من الأخوات الرزب أو كاتئ ما وزمان لقصكر ذنهنا لنا ونجد أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب كتاب الجمعة باب كتاب الجمعة الحمد لله باب زانين جمعة وهاتو لفرمودي بي عمر عليه الصلاة والسلام لصحيب خاردة باب فرض الجمعة وفضلها لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فرضوا الجمعة وفضلها جمعة هم فرضة وهم فضل كتاب جمعة استثقات ديوش تتبو باب زكا الحكم والفضل حكم كتاب جمعة وفضل الدرجة بلا كتاب جمعة آية تكيبو باب سكرتين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كبانك دراء بو نويجي جمعة بو تاري جمعة لروجي جمعة فاسعوا إلى ذكر الله أو برون بروياد إخواء وازل دوكان داري وكرياري وفروشياري وهم جميع بينا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع كرينوا فروشتين دست لها القرين بلد نحن الآخرون والسابقون يوم القيامة بيد أنهم موتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله له فالناس له تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد فرمي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون أي مجيئا في الدنيا إيمال الدنيا لدواء همو أمتان وعاتوا بلام والسابقون يوم القيامة روجي قيامت لا يومهم أمتان فضل خواهي وراء شكر خوابك كيما أمتي إسلام أمتي إسلام عليهم صلى الله عليه وسلم فرمي بلام أهلي كتاب جوا لكا قاول بيجي مكتابي أنبوهات وكي تماشادكين لحق لا يندعو أمره كروجي جمعية فرمي أو أمره كخواهي قولة لسر تاني فرض كردوا ولسر أواني شي فرض كردوا كروجي جمعية ججني مسلمانان بلام خلافين تيادة دروزبو خواهي قولة جمعكي بأيما درخست أو تأيما لجمع دا جمعة من هيا بلام جولكا شمعين داناو بوخوين وغاوركانش يك شمع يعني روزي عطلو روزي ججني حفتاني جولكا روزاني شمع لا يوان دوامي شمع وحي غاوركانش يك شمع لا 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 وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضه فإذا خرج لما حضرت حضرت الملائكة يستمعون الذكر ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب بيضه ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب بيضه بيضه من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب بيضه بيضه ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب بدنه بدن يوشتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا يجب أن يكون هناك إمام أجريت بخير إن شاء الله بخير كيف يكون هناك مشكلة؟ كيف ساعتك؟ كيف ساعتك؟ كيف ساعتك؟ كيف ساعتك؟ كيف ساعتك؟ بخير ها؟ بحاجة هل قد أيضًا؟ أنت تريد التمثل؟ يعني إن كانت تحيطيك؟ كيف ساعتك؟ يعني أنك رد تحيطيك؟ كيف ساعتك؟ كيف ساعتك؟ كيف ساعتك؟ أين قد أمشان؟ لا يوجد كلمة جارب كلمة راحة فرمي من راحة فكأنما الرواحة بعد الزوال يعني ما الرواحة بعد الزوال يعني ما هكذا بعد الزوال الرواحة يعني لا داني خورة لنا وراسة أسمان يعني رواحة إسم الله عليه الصلاة والسلام يعني يعني همو ساعات أو ساعات بذلك همو دعا بانجا همو دعا بانجا دعا نوروه مما يشترون هم قول مالكيه كما يجب أن تكون أهل العلم تفرمون همو دعا نوروه ساعات لا يوجد شخص دقيقية إيمانية وكتبه نبوه لا يوجد نوروه ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك قول دعا نوروه قول صحيحة نخل ومع ذلك حتى ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك إذا كانت ساعات حسابك ومع ذلك ساعاته يتزدقين بسبب ساعات وهي فترة زمنية ومع ذلك ومع ذلك إذا كانت عادت توجد طلوع الشمس وما يوجد من العمل هر كسك ما ويهد دعي أو بروه أو لساعات دوهم رويشتها أولا ما بس تول الله أعلم بلام أي بوتي كلمين رواحي بكر هنا ترين للغة عربية يعني للغدة لخودي لغدة مجاز هي استعمال كلمة مكان كلمة أخرى وتوسعها لأنبابة دا مثلا إيمان بمعنى إسلام بإسلام بمعنى إيمان بغدوة بمعنى روحة بمعنى غدوة يعني دفرمون بويا راحي بكار هنا باشا براكانو استبع فائدة إشترلم حديثة ورقين برأي مسلمان تهرده جمعة بوتي وادكك هكي خير كدب نسيب نبي للرؤيش نكد إذا خرج الإمام حضرة الملائكة ويستمعون نذكر تواسج لكذا دخل ناودنا نسريت ناودنا نسريت لوانيك لوسعاتنا نداها تواب قفل بو بويا هولده مادام هرده چي پیش اوه إمام چهتا سر منبر برو براكای من بس كده قد دينين زور بایمزگو تکانوا نيوه مزگوهت پیش إمام ده تقریبا نيوه هر إمام چهتا سر منبرکا انجا شیطان بويا آسان ده فرموه برالاتان ده مسته استابرون مسته استابرون نمهشت خیره کتا مسته استابرون جا ده بینه ولولاو ده هموشی بشر مزاري بادين هموشی بشر مزاري بادين هرده خیره کتا مسته استابرون بایمزگو تکره انجا خیره امامه خیره خطیبه خیره خطیبه بایمزگوه امسی شیطان ومعشی باشانه امام خطیبه مؤذمه يمستمعه امام خطیبه امام خطیبه امام خطیبه باشه للمتقينه اماما لم تقلق الإمام والحق لأن هذا يقول الإمام يستيقظون أن تظلوماته وبنور وظلالته وبهداية 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 والتوحيد وبهداية يعني لا تقلق إنبياء يقولوا بل تبراك من مؤذن كان المؤذن فلن يكون الإمام فلن يفضل وضع أجراء وفضل إماما وخطيبة أو ما تتوبه؟ ما تتوبه؟ في أغماري خواه عليه الصلاة والسلام أو من برئة أولا ستوبه نصيحة خلق ذلك ونحن نقول أنه يجب أن تكون غني عن التعريف الله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب فضل الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل إذا جاء إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل حسن الله عليك أكبر كسك لأيوة هات جمعة با خوي بشواء أما فعلي أمر فليغتسل المضارع المقرون بلا من الأمر ما دام أمر كواته واجب لسر حركسك بانواجه جمعة بخوي بشواء واجبه أي كخود نشوي قناه باري بله وعنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينه وقائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أي ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقل بلا أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل وفي رواية قال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل عمر الخطاب رضي الله عنه أخبره خطبة جمعة لكي أخبره للمهاجرين الأولين هذا هو هذا هو وقال عثمان وقال عثمان رضي الله قال أخبره عمر عثمان قال عثمان إذا كان أخبره قال أنجل فرينا اجل ومن المصدر ، ومن المصدرين ، ومن المصدرين هو المعالي temática جميعا ، أنه ليس هناك الوضوء ولكنها أن أدرين. فما ش barn الله عليه الصلاة والسلام أموان أن أقول فرمي بأن هذا يجمع له فعنده ، فقوم بكون مختلفة. لكن عندما إخطأ إلى العبار من صحابته المفهوم يجب أن يكون هناك فائدة أولاً أولاً فائدة هل يمكن أن تقول حسن عمر وراء الله كل شخص يقول هل يمكن أن تكون هذا المساعدة؟ هذا فرق إيمان عثمان تحديث عن عمر وعندما يتحدث عن عمر وعندما يتحدث عن عثمان من يشترون إيمانا من تحترونها بجانبات حول الإنسان فلانا قرأت إيمانا لدلدانيا أو علم وزانيا وزوجت خطيبك وغيرتك فإن أصبح يجب أن يشترون إليها ويشترون إليها وإنه يشترون إليها وإنه يجب أن تتخبرون الإيمانا ويجب أن يكون مستعداً وعن عمر بن سليم الأنصاري رضي الله عنه قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد قال عمر أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث أبو سعيد خدري فرموه شايتية دم كفي أغنبري خوة عليه الصلاة والسلام فرموه غسل لرسل جمعة واجب على سر همو محتلميك همو بالغبويك وهر وها سواكش بكات وهر وها بون خوشش لخويب دا انجابيت عمر دا فرمي عمر يكوري سليمي أنصاري دا فرمي من الشايتية دم كغسلك واجبا بالام سواكرنك وبون لخودانك آي واجبا الله أعلم فرم حديثة آوهاتوة تسليمي حديثةين كواتها بلاي من كبو جمعة ديت زورة خود بشو بوني خوش لخود دا دم الدانت جابة سواك بي يا با فلشيك بي بيشو بابوني خوش سوابا شكلي جوانو ركبكو بيتماليخوا روزي جمعو جول بقريل لوتار مال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصد إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى الله مش فضل كي تي فرمو صلاة والسلام يخوى قولي لسر بي هكذا كسي قني روشي جمعة خويف شواد و هاي خويف باك باكتو و بوني خوش لخويف بداو سر ورشي چور باكتو يعني أويك بو قشباشة مثلا و درچت برو مزغوت لا يفرق بينا ثنين يعني دو ماناي هي حسي ومعنو حسي يكاوية بسر شاني خلق دا باز ندي دي كاكتو جابنوا توزي كلينيكم بوبكناو داس ما بيشتر واناكاتو و معنى بيكش تفرق لابني خلقناك ايفتنا جاريب و كجيشت مزغوت ايج اوان دي دتواني نواجي سنتك سنتي مطلقي جمعة هيا هر كجيشتي تا جمعة هركاتيك بي بطه دوركات 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 كنك دتواني بيكا سنتا انجا كخطيب دستي كربا وتار جويبو بكري و بمشي وازبي إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الاخرى او لم جمعة تا جمعة كيتر خواهي قولا شتاواني كردوليت خوش دبيتو باكد دكاتو احتساب زور گرنگ برا کانم بوني اتبچو شاوري او اجربكا يا ربي امرو امتمن همو سنتان جبجه دكا خومدشون بوني خوش لخومددام با سواق دكام باري كوپیچ دروم و بيتانك دبهم و نجي سنت دكام وميدهم واي لقوناه رابردوم او حفتيهم همو خوش بو بيت والله خواهي قولوا ليت خوش دبي بلا احسن الله اليكم عن طاوس وعن طاوس قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وان لم تكونوا جنوبا واصيبوا من الطيب قال ابن عباس رضي الله عنهما اما الغسل فنعم واما الطيب فلا ادري طاوس دا فرمي با ابن عباس موت دا جيرنا واباز دا كان كابي غمر عليه الصلاة والسلام فرمو يتي روشي جمعة خوتان بشون سرتان بشون و هر چند لجنابت يجنبن يعني غسل جمعة تايبت هر دبه بكره و بونج لخوتان دن ابن عباس فرمو يغسل لك ومن شاعته يدم واجبه دبه خوت بشوي روشي جمعة انجابه بلان بون لخدانك اكيد سنتا بس ايه ابن عباس واجبه فرمو لا ادري نازالم الله عالم نوجه كس خيرترا نوجه كوارد خيرترا بلا 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 بيگمان بيگمان بلا بيگمان 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 بخوتان بشوار اعجبه الان احسن الله عالقه انا عبد الله بن عمر رضي الله عنه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأح لتنسي را عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الأمر مئوزي فرق يجب أن يكون من جمعة الأمر الثلاثة لم أسعد مهددا لكنه يجب أن يعجب لك وجده الوصيب كم يجب أن تابع الأمر وماذا تتوقف ما؟ صلى الله عليه وسلم حلال أن أعلن أمجل مع نبي نبي إلى آخرة هل يخبر اجوانا اجوانا؟ ما تخبره؟ نعمه لما يخبره؟ حريرا. وانضر اجوانا. لذلك معظمية التي يخبرها. هل تخبرون اجوانا؟ لن يخبرونها. ان الله جميل يحب الجمال وان الله يحب ان يرى اثر نعمه على عبده. هل يقول ان لا يمكنك اتبغ مالك؟ نعمه للعربية بها نعمه. أحسن الله إليكم عن نبيه وريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما فرموه في عمر عليه الصلاة والسلام فرموه يتحقي خوال السر همو مسلمانك لحوض روش جارك قوي بشواء طبعا نمر روششك يا يعني روشي جمعة أي فرزا كسك روشي جمعة خوين شوري إلا دو صحيح لحوض روشا جارك قوي بشواء جار روششك يا بلله ما دام ده شيتا جمعة روشي جمعة واجب خوين شوئي اما هذا ما أحسن الله براكم و أنا أحسن الله بأنه لا تحسن الله بها أي نصف من البروز الإسلام و تحراته لا بني لحن دياناته خوانشوريين ديندارية كانت تعالى بوغن بو بيتو بصال خوانشوري به واحد ذانا لهم و باشترا وفي رواية يغسل فيه رأسه وجسده أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الجمعة في القرى والمدن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين وقال يونس كتب الرزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا يوميذ معه بوادي القرى هل ترى أن نجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يوميذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته ماذا؟ رزيق نعمد في ربو بن شهاب زهري ماذا؟ ماذا؟ ذو فرمت آية واد بني من جمعة بكم لو شوينة كليمي ورزيق يوميذ معه أنه عامل وأمير وواليك بسرزيق يأخذ كاري لك ردوة والله أعلم وفيها جماعة من السودان وغيرهم يعني اخوة من اطول مدينة فرمي تجمعه وهو من مدينة فرمي جمعه فرمي مدينة لأن يكون عبدالله كره عمر رضا وعلى سرعة فرميه كلكم رائعين جمعه يجب الجمعه ويجب الجمعه اطلاع من الدولان في خلق ديهاب ويجعل الأمر إلى الجمعية يجب أن يكون حياتها في السفر مما لو أنه يجب أن يكون الجمعة فرأسهم وأنهم مستوطنون فرأسهم والجمعية يجب أن يكون رأسهم إذا ما شاء تمظر الواسف و تفاوز إنه يجب أن يكون الجمعية من الأحيان و إنه يكون السفر أوه سفر أحتجاتي أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب في السعي إلى الجمعة ومن أين يؤتى إليها والرخصة في التخلف عنها بعذر المطار هذه هي جمعة والتشوينيك وراء في السعي أن واجب دي بكبين وآية رخصته إنسان كباران بو جمعاني يعني عن عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس رضي الله عنه وأنا ذهب إلى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة تقوم بالجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار والعراق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة فرمي خلقانك دهاتن بو جمعة لماعلكان خواني 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 أول عوالي وعوالي ناو جيش دورة لمدينة للمزيوة ولمزيوة پيغمار عليه الصلاة والسلام كدهاتن همو بجلي خواني و بوغرماي و وغبار وطب وطوز ليدة دانو عراق بهذا المجد بؤسنا باقر فيها وغبت تلك جيشد ثم لا تحضر المزيوة موسيقى بخواني الخواني صلى الله عليه وسلم ما دو مرحة وطبعي لا تحضر ان يفترون أشبه ونشأت على سبيل وغبارنا موسيقى لماذا يقول ما در توفر اجل تحضر كل شيء نحن فارض ثم ترجمة تعليم إلى اثناء وأحدما دمتقاء ونفذل أيضا نفسه ولإدارة نفسه فهو نائجة ونبدأ بعض الآتيات أنه يشارك حسب ولن تفعله فهذا سيدي إنه وشأن العمل وإنها تنسف أو لا يمكن أن تفعله ولكن في الدين هل نريد بيار الآخر هل نريد بيار الآخرين؟ قبلقته من المحاول فلا يولد لنبدأ خلقا و حلقا و خلقا و خلقا لكن لا يتم تحاول موضوع فلاهما بدأ خلقا و مرد و يجب مرد و خلقا و رساولا و تقوم بإمكانكم حلقا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذينه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد الرسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا فقال فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحب بس ما كده من حديثة ابن عباس رضي الله عنه قلت أشهد أن محمد رسول الله فارموين لا يحي على الصلاة حي على الصلاة يعني أولا 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 تيتي بلهم وتي بلي صلوا في بيوتكم لما لخوتان نوشكن لما لخوتان نوشكن بوتي خلتي يعني بيان سيد بيان ابن عباس هاتف بيان إمامه كاذب؟ عفوى م Mason وأنا تم إغانروا مني قالتไه willstأرجم ولدي العرف انهم لدى بلال كرث كوابلي لأن جمعة فرضة جمعة واجبة كي تتلع حي على الصلاة خلقين في بيت بيشن بو باران وقوريا مشاقة لسريان بيان نال ورن رخصتها هيا دلين صلوا في بيوتكم مالي خوتان مشكل استى كواتا كباران كمشاقة حتى بو جمعة عزرتين كي جايبون نشي جماعاتي رخصتها أماش وكبليت تساهل نية شل روين نية أما رخصتك وعسان كاريك بيغمريخو عليه صلاة والسلام بيرون كردين أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الأذان يوم الجمعة عند الزوال وعند جلوس الإمام على المنبر ولو أذن واحد أجزاء عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان وفي رواية وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالآذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك في رواية الثاني بدل الثالث وفي رواية ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأذن غير واحد كانت تأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر قال البخاري والزوراء موضع بسوق المدينة موضع بسوق المدينة الذي تأتي في المشاهد أن يجلس الإمام موضع بسوق المدينة ومن يجلس الإمام أن يجلس الإمام وكثبت التعليم اللهم وأحصب قال البخاري والزوراء حين يجلس الإمام و champره لا يوجد الأمان ما هي الأمان؟ كما تعلمون؟ كما تعلمون؟ لكن من كان أمان لذلك لا يوجد رسالة السنة الجمعة يمكن أن تعلمونه السنة الجمعة هو truly والأساس هل تريعا نحن مستحقًا ؟ هل تر راوح ؟ أنا فقط أن ترحيب بهم بهم و ترحيب بهم بهم ان يرى والاقه شخص يبقى سوف تجاهب لمفهارة الجمعي يقولين نعم أنت تخيل خطاق من ووش اما أنت قرد المصور فلم أقعك لأنه يرد الأقهار ادريت وغير كهم لا تنسى بها المخالف السنة في عمر صلى الله عليه وسلم ابو بكر هو من تلك الايام و يقول افكار امام مع المخالف السنة افكار عثمان بما يقول حقا مكبرون و السماعي أولا نبوه عثمان رضي أخواني أجتهاده فرماني بالأذان الثالث أذان الثالث أذان الثانية أذان الثانية فرماني قامت شروكو بانك أو السيدان عثمان رضي أخواني بانك يكزياد بكرة وعندما تدو بانك وعندما تدو بانك أو ماذا تدو بانك فأذان به على الزوراء بازار يعني لناو شاري مدينة لناو بازار سيري مزقوتي قولي وعندما تدو بانك يستطيع لناو بازارا نا مزقوتي قولي مثلا مزقوتي قولي مثلا اراجناو بازارا وثمان رضي أخواني قولي فرموه مثلا ساعاتك تقريبا وفرشة شاري مزقوتي اراجنات مزقوتي بانك وحفر الجمعاء وحفر بانك وحفر بانك وحفر بانك وحفر بانك فرموه كما تشعف جمعه ما فعله حالةٍ هذا يعني أنه و يا رحلة أصبحت هذه قمة لأنه قبل رصدنا ولكن رحلتك كله مجدد турطار لأنه أنه قبل رحلت أخبرتكم حسناً لأن رحلتنا ك هذا أنه يعمل كما تقول لك عثمان في ساعاتك بانك 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 مخالفة عثمان بانك 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 أو بانك بانك و بانك بانك اولا فريق فهم ينسوا نفسه الذي تشاهده أنه سبحانه شافعي يجب أن 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 يجب قال رحمه الله باب الخطبة على المنبري قائما عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبري فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل خطبة يجمعه على سر منبر به خطبة يجمعه على سر منبر به وكلهم حديث هذا فرمي بيستن في عمر يخوا على سر منبر انجا فرمي هركس يبوا جمعه بأخوي بشفا وعن أبي حازم بن دينار أن رجال أتوا سهلا السعادية رضي الله عنه وقد امتروا في المنبري مما عوده فسألوا عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيت أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة مرات قد سمى سهل مري غلامك النجاران يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعتها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقراء فسجد في أصل منبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتهم أبو حاصم رضا رحمة الله صلى الله عليه وسلم فرميك ومالا بياوك هاتنا ليس سهل سعدي وخلافياً هابو منبركي پیغمري خوالي صلى الله عليه وسلم لأچي درس كرابو عودا كي لأچي بو لأچش تيك درس كرابو فرميك والله إني لأعرف مما هو فرميه والا من دزانم چون بو وكي درس كرابو وچون منبركي لأچوية داندراو وچش درس كرابو منبركي غبي الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن تقوله آفرتك كرابين تجاربو تنتجه بو يقوله من هناك بنتاعة ونقدر مزروحين ومزروحين ايضاً تنخصيبين مجردين واكرا عن خلقنا ولما يقولك انتجه بو ترفاة الترفاة الغابة أثل ماذا يجب أن بكوردي ترفاة أي أثل ما رأيك؟ لا تفهم non اخبر. وكيف هي حالية؟ قاق أو سر؟ لا سر من برسال مسلمان يحدث ان يكون مسلمانا يحدث انه تحقيق وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه وفي رواية قال جابر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تأنواني الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن جابر رضي الله عنه فرمي بي عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نسر رجي يعني بني دار خورمايك يعني بنا كيكا قو روو پانا فرمي أويان بوبري بداينا بدا سو سر اوه وتاريدة دا بالام سرطا دوائي كمين باري چير ريكو پيك تري بودرس كرابي عمر رضي الله عنه داره هنا كوازي له هنا وكو سروا سمعنا للجذع مثل اصوات العشاري دا فرمي دنجك من لو بنا داره بيست وكو دنجي چي او وشتري كحمل هايو حملكش بوتا چي بوتا دمانك يعني لآزار دانالينت ام بنا داره دانالانت بو بغنباري خوا عليه الصلاة والسلام وازي له هنا هايكي ترناتش تسر او دارو لسر اوه وتارنادا كوازي صلاة والسلام وصحابك جوان لدنجك كيبو نالك كيبو دا بزيه پيغمار صلاة والسلام يخوى لسر بي دستي لسر دستي لسر داره كدانا وكو بلعي هيده كاتوا آرامی بكاتوا كون منالك بگريد دست بسر دادينتو بيدنگ با هيده بوا آرام دا بيتوا آوه لگل او داره كرت اما بلغي لسر چي والله إنه لرسول الله حقا بلغي لسر ويه پيغماري خوا عليه الصلاة والسلام لديكم Apr suc GuerOU بإمن البط apocalypse الطريق البط dem these times لا ت estão교عين بالماسلة لا تهتمبوكا ا Lor Vallрод لا تهتمبوب northwestern لن تكيناك إبراي برازم إنجا دفرمي بيدانك بولا رواية اشترا دفرمي فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخذها فضمها إليه فجعلت إن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت سبحان الله في عمري إخوهكا بوية كم جار من بريكي تريان بودانا وشو سر من براتازكي يعني او بنا دارة خورماية هاواري لهاستا خريبو لت بيت پيغمري خوه عليه الصلاة والسلام دا بزيو آميزي ليدا باوشي ليدا دينالانت چون منالك بقريتو زهر باپاروش بيت باكل آوا تا پيغمري خوه عليه الصلاة والسلام او بنا دارة بيدان کردوا حتى استقرت تاوكو يعني آرامي گرت نصف أمكن أن تستطيع العلماني المحاوضة تاوكو يعني من المدرسة هلعت هناك كتابة نصراء؟ هلعت هناك كتابة هناك بخاري؟ هذا تحقيق مجزي لديك كتابة أدار؟ ثم أعتقد أنه حكرا هذا الشيء في حيث بيغمري صلاة والسلام مع بعض العلماء و بعض المسلمين لدينا حديثهم السبب فيها علمت ولم يستطيع المغرية لأنهم يلغطون الاخرى كله يحصلونون جدا يعني ما يتقلون بخاري كله يتقلون إلى إنفس الاسلام ويقول ، العديد كان يخص من كلها صحيحا ورحبا فم يتحدث أنه يتحب المعامل وزوج أن ترى فهذا محتمل وي insects ويمكنت أن يكون نكذب في عملها لكي يجب أن يكون أيضا من العامل ومحلت الجاهل ومحلات القدرة ومحلات هي سيعيوها ربما يستطيع البعض ابن عمر رضي قال وقال بقمت بخير وقال بخير وقال بقمت بخير وقال بخير فالخطوة جمعة وقال بقمت بخير وقال بخير وقال بخير السلام لم يكن ورجو الأسعار ورشت في السراء حتى الآن لم يكن في السراء فقط مصري لكن كنت أرادت أيضا مصري أنا أخبرتو نشرًا بشكل مصيري وقام بشكل مصيري ولكن اجعل ازيار أجل فقط مثل السكتشان داخل مصار. لذلك كان يستشعار المنزل لمصيري من حذ النظام. لذلك هو بإنسانه أجلف. وهنايا يجعلون مصيري. و فقد جعلون أجل أن أجل أن أجل مماركة من حينها. والاجلوب과 الظلال، ما مصر و تاري جمعة دوانا دوانا برفيقك تدبرو تورا دواما بطاوكا تلا رفيقك يتشو سنو برو تاري دواما دوها تخوارو يو نابه برا و تاري جمعة دوانا خطيف دبيدو تارب دالة نوان ينداني شيد احسن الله إليكم قال رحمه الله بابنه هي أن يقام أحد من مقعد يوم الجمعة ويقبال الناس على الإمام والأمر بالإنصات الله عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقام الرجل من مقعده واجلس في قيل النافع الجمعة قال الجمعة وغيرها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله وجلسنا حوله دفرمي أمو ما لدوري بيغنبر دانشتين رومان كرد أو وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الخطبة وما يقال فيها عن المسوار ابن مخرمت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول حين تشهد أما بعد يعني السند والأهل أتارج ما أما بعد تذابه كاتك سلتا حمد السباسي خوائق وردك إنجاد الله أما بعد وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إليه فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو أن ينفع فيه أحدا فليقبل من محسينهم ويتجاوز عن مسيهم يعني أم حديثة دوشتية تهدرد كيفية عماري خوى عليه الصلاة والسلام كاته كان خوش بوهات السر من بار حمد السناء خوائق رنجا فرمي أما بعد يعني دوائي حمد السناء أو جاشته كان دمئو بوتا أم بازك فرمي هرکسة كارد بدستي چي دسكوود يعني مسئوليتي چي پس پير را تواني چاكو خرابب كا كاته كخلك باشا باشا كيان لقبول كخلكي چيش غلطك دكن سر في نزر وشاوكوشي باهبه نك تونبه لقال خلق عنا أفعن عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما بيغماري خوى عليه الصلاة والسلام دو تاري دادال نوانيان دادانيشت عنا ناس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام الرجل فقال يا رسول الله هلك الكرعو هلك الشاء فادع الله أن يسقينا فمد يديه ودعا لو تاري جمعة دا وفيه وكاستاوتي في أغماري خوى عليه الصلاة والسلام خريك مرو معلات ما التي نوان قربا وزيزار وشك باوني باراني دعابك خوى يقور باران من بوبارين في أغماري خوى هردو دستي برس كردوا لا وتاري جمع دعايك كواتا دروستا ملا أحسن الله إليكم قال رحمه الله بابن إذا نفر الناس عن الإمام فصلاته ومن بقي معه جائزة وركوع من دخل والإمام يخطب يعني كاتك إمام لسر من بره وتارده دا كتي خلق كونا دروش تيق رويد على دروش تيق رويد على دروش حمون نيوي مزقود يا زوربي مزقود كونا درو بزانين چيا إمام تنكسيق ما وآي نواجه جمعكيان دروستا ولا دروستا ملا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال بينا نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت عير تحمل طعما فالتفتوا إليه حتى ما باقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة نوله وننفضوا إليها وتركوك قائما جابر بن عبد الله دفرمي إما لقل پيغمبر إخوة عليه صلى الله عليه وسلم روش يجمعبو إلا كاتي نواجمان لقل دكر إذ أقبلت عير قافلاء كهات خوارنه هنا لدرو مدينة حتى ناو مدينة خلچي زاني قافلاء خوارنكا غيشتوا فالتفتوا إليه خلچي أوريدا أورو يدروه دفرمي كاز لقل پيغمبرنا ما عليه صلى الله عليه وسلم دو آنزا كازنبه عندما يقولون آية ناردخواره زم أو كساني كركاتك بهوي بازرقاني وتجارة وتجوشيه وفي أغمبر إخوة جيدة على عليه صلى الله عليه وسلم يا إمام وخطيب جيدة لنو دشنا داره وعنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال فصلي ركعتين آية كشونا وتاري جمعة وتار دستي بكربو إماش تحية المسجد ما أنكربو هر بيكين بل بيك في أغمار عليه صلى الله عليه وسلم لكاتي أوداك وتاريه في أغمار عليه صلى الله عليه وسلم فرمي نجد كيرت وفرمي نكتد بيك دورك عادك تحية المسجد كأنجا دابنشا أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الساعة التي في يوم الجمعة والصلاة قبلها وبعدها والانتشار بعد فعلها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شأن إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها أبو رجل الفرمي في أغمار عليه صلى الله عليه وسلم كباس جمعيك الفرمي لروجي جمعة ساعتك هي وهم جميعين لا يوافقها uma ساعة هو مسلمان أتبعيك إلا دعوى تnutsا يمكنك وغيرهم تستمر الإحضار للإحضار من ساعة هؤلاء جمعة يقولون أنه يُقف الشمع يجب أن يساعد بكه أنهم تخلص على كل سوال النوم في السلاح الكبير الذي يظهر للسفر يقولون أنه يجب أن يجب أن يدعو كلي لا يكفي لا يمكن أن يكون يجب السر أحظر لديه أو السوال إنه ساعة هو أنه يضح الطب و ساعة أنه يكون طب و خارج نحن يجب أن يكون طب و لا يجب أن يكون طب و شئ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيتي وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين أخر الحديث عن ساهل رضي الله عنه قال كانت فينا مراد تجعل على أربعة في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع وصول السلق فتجعل في قدن ثم تجعل عليه قبضة من شاعر تضحنها فتكون وصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك وعنه قال كنا نصلم عن نبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة وفي رواية ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة بسي أفرتك دكات لسردين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كالزرعات يحبو دعايد تخوارنيك دروز دكر صحابة رضا يخوة قوليان لبدافر ديانوت تمنى ما ندكر يعني فيما خوش بوك نواجي جمعة أو ببتين لو خوارنا بخوين كا برشكش يدكر دين ديدا فيمان وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك وكنا نصلي مع النبي الجمعة ثم تكون القائلة فالمروشي جمعان خوطني نيورويان في جمعان ما ندكرت جمعان ما ندكرت تزود رويشتين بجمعات دوان وجهي جمعات دهاتنا وانجا خوطني سلاحاتك ما ندكر ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة نان ما ندخوار ندا خوطني في جمعة جمعة ما ندكر انجا أو ما ندكر بمش كتاب جمعة واب والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله يا من تريد بأحمد نسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش فيه روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا دانشتن لخزمت فرمودكاني پیغمباري خودا صلى الله عليه وسلم جيانا لقاليدا جوية جرتن لهر فرمودكي پیغمباري خودا صلى الله عليه وسلم تامزرويد زياد دكات بو دانشتنو بجداري کردن لكورو خولي زانستيو مزگوتا كان لخزمت ما مصابر زاكان دا بو را فكرني فرمودكاني سرورمان صلى الله عليه وسلم أي بيت شونا أو كورو دانش نزانستيانا نزيق بكين وابوت واقاوي بجيت لنوو شو فرمودكاني خوشو اسمان صلى الله عليه وسلم واتولمالي خود دابيت لتنالي فرمي يوتوبي برئيس دكتور عبداللاطف أحمد الأمين دتوانيت يكاك بيد لأمدبواني خودا